وأنت تتجول بين أزقة مركب الخزف بمنطقة الوجه الواقعة على الضفة اليمنى لنهر أبرقراق بمدينة سلا تأسر ناظريك ألوان وأشكال هندسية مختلفة تعكس حرفية وجودة ما تجود به آياد الصناع التقليديين المغاربة وفي ظل ظروف الجائحة لتزال هذه الحرفة المتجذرة هنا داخل هذه القرية ذائعة الصيت تقاوم من أجل البقاء هو بقاء في أمس الحاجة اليوم إلى تجديد وتحديث ودعم من أجل البحث عن قنوات جديدة لتسويقها حتى تتمكن من الاستمرارية أزمة هذه القورونا قلت لك إحنا ديك تلتشهر ما خدمناش حبسنا تدزد ديك تلتشهر من بعد فزينا من تلتشهر خدمين خدمين ما كنش إحنا دبا إحنا شاباب متعاونين إحنا أصلا خدموا تتكن يجيب لها شي كليين فاشتي تبيع البياسة كتتخلص منها قبل لك شي شوية أشمينة كين أشمينة مناسبة وش الكليين كين شي شوية المهم كين الحركة شوية ما شيف حال ديك العملية في كورونا في كوفيد شهر ثلاثة وربعة وخمسة كانت تطرق على المحل ولم تكن وضعية صناعة الفخار بإسلاع على هذه الحال بل كانت تجارة مزدهرة حيث كان الفخار السلاوي يباع على لطاق واسع في جميع أنحاء المملكة ويصدر إلى الخارج أيضا نظرا لما يتميز به من تاريخ عريق يعود إلى أزيد من سبعة قرون وأيضا لأصالته وتجذره في التاريخ الفني والحضاري المغربي حيث يجد الزائر في الولجة تحفا متنوعة تبرز أصالة الخزف المغربي وقدمه وتنوع أشكاله وزخارفها نصر دائعين هنا والله العظيم أكيد ما كدخلت شي حاجة في المجم وأصدره عادي في السوق مقتولة بمعنين قريمة تعالي الناس ما كدجيش تشريه لما نعرش نقين أنا شي حاجة لك تنشي إستفادة شي إلتفاة إلتفتوش ولاد الناس دوتا ومنا رب اللي أعلم بهم هذه الصناعة تقليدية ما محتاج لي بزاف وما كي يموت شي حاجة لي ما كتموتش وخا عشنا من صغرنا وحنا فيها وكبرنا وحنا ما زال فيها وخا كتمشي لأي حاجة ومشي هذا عين كدك شي كتبها هذا شي تقليدي هو إذن تعبير شفاف وتراث أصيل عن عدات وتقاليد المغرب وصورة مشرفة لتكريم الصناعة التقليدية تراث يجد نفسهما بين ضرورة الاستمرارية للحفاظ عليه من الاندثار ومقاومة تدعيات جائحة كورونا وانخفاض المبيعات وتراجع نسبة إقبال العمال عليها وهو ما يهدد من قراض صناعات دامت قرونا تعبر عن ذوق أصيل وعن ممارسات موروثة تجعل من هذه الحرف كلها إرثا وطنيا وذاكرة جماعية